الرحمة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من الأيام المباركة الفاضلة وحلقات خاصة بمناسبة تعيد الفطر المبارك أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بكامل العز والتمكين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء بل ويغضب على من لا يسأله لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق فالله يكره إن تركت سؤاله وترى بنا آدم حين يسأل يغضب إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم واعلم بأن الأمة لو جتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو جتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم بأن مقادير الخلائق قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة واعلم بأنه لا منع لما أعطى الله عز وجل ولا معطي لما منع واعلم بأن ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس واعلم بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه كيف يشاء إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء واعلم بأن أمر الله إذا أراد شيئا فإن ما يقول له كن فيكون واعلم واعلم بأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هالك اللهم صلي وسلم وزر وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبة في الله وهل في العيد أيضا إعجز نعم أحبة في الله ما زلنا مصرين على أن الدين كله معجز بصفة أنه منزل من قبل الخالق جل وعلا الذي أعجز كل خلقه أعجز كل خلقه أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبالتالي أن يأتوا بمثل هذا الدين في نظمه في تنظيماته في تشريعاته في أخلاقياته في كل ذرة من ذرات هذا الدين ومن مواضيع هذا الدين ما نحتفل به الآن العيد وهل فيه إعجاز نعم إعجاز العيد في الإسلام أنه أولا ولكي لا يزيد علينا أحد العيد في الإسلام عيدان لا أكثر عيد الفطر بعد طاعة الصيام تأمل بعد طاعة الصيام وعيد الأضحى بعد طاعة أداء مناسك الحج والعيد في الإسلام ليس مرتبطا بشخص وليس مرتبطا بمناسبة ليس مرتبطا بشخص حتى ولو كان هذا الشخص أتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين وخير من دب على الأرض بقدميه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يخلق الله أحدا كمحمد لم يخلق الله أحدا يعني بشرا كمحمد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ناحية البشرية المحضة فهو نسل إسماعيل جده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نسبه نسله نكاح من نكاح من نكاح ولم يتلوث نسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدا بسفاح وهذا أمر مشهور عند العرب إنها أمة النسب العرب يعني أمة النسب كانوا ينسبون أعزكم الله للأنعام للخيول للكلاب كانوا ينسبون للحيوانات فكيف بنسب أشرف الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلو تلوث نسبه بسفاح حاشا لكان ذكر في صفحات تاريخ العرب ولكن العرب أمة النسب ولكن العرب أمة النسب لم نرى ولم نقرأ في تاريخ العرب على الإطلاق إلا أن محمد صلى الله عليه وآله وآله وصحبه وسلم نسله نكاح من نكاح من نكاح طهر من طهر من طهر فهو على القمة من ناحية الإنسانية والبشرية المحضة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جسمه أنسجته خلاياه عقله قلبه نفسه صدره ليس من هذا قط كمثل محمد عند البشر بمعنى لم يخلق الله عقلا كعقل محمد ولم يخلق الله نفسا أشرف من نفس محمد ولم يخلق الله صدرا أسلم من صدر محمد ولم يخلق الله قلبا أسلم ولا أصح من قلب محمد ولم يخلق الله عز وجل جسدا جسدا أعني أنسجة وخلايا كأنسجة وخلايا وجسد محمد الدليل أن عرق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أطيب الطيب كانوا يتطيبون بعرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكأن هذا إفراز خلايا ليست كخلايا كل البشر فمن ناحية البشرية المحضة مبلغ العلم فيه أنه بشر نعم وأنه خير خلق الله كلهم من ناحية الرسالة والنبوة فهو أيضا على القمة فحينما خلق الله عز وجل القلقة باختيار عام فربك يخلق ما يشاء ويختار الآية فيها معنيا فيها يخلق ما يشاء ويختار معنى الخلق باختيار عام والاختيار باختيار أخص هكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله خلق الله عز وجل الخلق كلهم باختيار عام بمعنى أن الله عز وجل أراد أن يخلق شاء أن يخلق شاء وأراد أن يخلق هذا المخلوق العجيب المسمى بالإنسان خلق تهيئة لخلق الإنسان الوجود كله مستقبلا لهذا الضيف الكريم على الله عز وجل فآدم أكرم الخلق على الله باتفاق الإنسان أكرم الخلق على الله ولقد كرمنا بني آدم صحيح أن الإنسان ليس أقوى الكائنات وبصره ليس أحد من بصر كثير من الطيور والأنعام وسمعه كذلك وقوته كذلك ولكنه بهذا الحجم وبهذا العقل وبهذا السمع المحدود وبهذا البصر المحدود أكرم الخلق على الله عز وجل فخلق الله عز وجل الوجود كله مستقبلا للإنسان واسمع هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أرض جبال أو دية أنهار بحار أتجار طيور حيوان هو الذي خلق لكم ما في الأرض وهيئ لكم أسباب الحياة على هذه الأرض بآلاف الموافقات من نسب الغازات التي في الهواء ونسب الغازات والعناصر التي في الأرض وتربة الأرض وارتفاع الجبال وتثبيت الجبال على الأرض آلاف الموافقات التي تحدثنا فيها كثيرا بمنة الله علينا في برنامج الإعجاز البرهان في إعجاز القرآن والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الآية التي بعدها مواشرة طبعا السياق في القرآن إعجاز الآية التي بعدها مواشرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بعدما هيأ الأرض لاستقبال هذا الخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني خلق الله الإنسان باختيار وإرادة ومشيئة مطلقة لا ندري لماذا لماذا لأن الله عز وجل الوجود كله خلقه كله ملكه كله يسبحه آناء الليل وأطراف النهار تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا في اللغة العربية يسمى أسلوب قصر أو أسلوب حصر أي أنه ما من شيء في هذا الوجود صغر أم كبر إلا ويسبح الله عز وجل وبالتالي فكل شيء في الوجود كله صغر أم كبر مربوب للرب جل وعلا يتحدثون في هذه الحلقات عن الربانية كل الوجود كله كل الوجود كله مربوب لله عز وجل والعبد عبد من كل وجه والرب رب من كل وجه فخلق الله عز وجل البشرية ممثلة في آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام باختيار يسمى اختيار عام كما سمه ابن القيم عليه رحمة الله ثم اختار من بين الخلق النبيين منهم واختيار الله للنبيين محض فضل الله على النبيين فأنت أخي الحبيب إذا قمت الليل كله عمرك كله لا تنام وإذا صمت النهار كله عمرك كله لا تفتر وإذا وضعت جبهتك على الأرض عمرك كله ساجدا لله راكعا فإنك بهذه المثابة لن تكون نبيا لن تكون نبيا وإنما النبوة محض فضل الله على النبيين ومحض اختيار الله لهم نعم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس حتى النبيون فإن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض سورة الإسراء ثم اختار باختيار أخص المرسلين من بين النبيين فليس كل نبي رسولا وإنما الرسالة محض اختيار الله عز وجل ومحض فضل الله على الرسل بل بل إن بعض الرسل فضلهم الله عز وجل على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهذا التفضيل محض فضل الله عز وجل ومحض اختياره فالله عز وجل خلق الرسل أيضا واختارهم واختار من بينهم الخمسة أولي العزم من الرسل والخمسة أولي العزم من الرسل أصحاب الرسالات العظمة أصحاب الرسالات العظمة والمهام الكبرى في حياة البشر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله على أنبيائه ورسله الخمسة أولي العزم ليسوا ككل الرسل وإنما هو فضل الله عليهم أن اختارهم لكي يقوموا بهذه المهام الكبرى في حياة الناس ثم اختار من بين الخمسة أولي العزم من الرسل الخليلين منهم الخليلين منهم والخليلان اتفاق إبراهيم ومحمدا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وصلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا سمناتي إلى بيت القصيد اختار من بين الخليلين محمدا لكي يكون امام الانبياء والمرسلين امامهم وافضلهم باتفاق وخاتمهم بدليل امامة محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم للانبياء ليلة المعراج فهو خاتم الانبياء والمرسلين وهو افضلهم وهو امامهم ولم يبعث الله رسولا كمحمد فمن جهة الرسالة والنبوة محمد على القمة ومن جهة البشرية المحضة محمد على القمة فلم يقلق الله بشرا كمحمد ولم يبعث الله نبيا ولا رسولا كمحمد ومع ذلك لم ترتبط المناسبة مناسبة الاحتفال بالعيد بشخص محمد ده الاعجاز الاعجاز في هذا الدين مناسبة في العيد في الاسلام مش عيد ثورة ولا عيد قومية والعيد مرتبط بشخص والعيد مرتبط مرتبط بمناسبة وطنية او قومية او بتاريخ معين او بحرب معينة لا العيد في الاسلام مرتبط بطاعة الله عز وجل ده الاعجاز الذي اريد ان اتحدث فيه الان وكان يمكن ان يرتبط العيد عندنا بمولد النبي والاحتفال بمولد النبي بدعة باتفاق كما قال علماؤنا سلفا وخلفا ان الاحتفال بميلاد النبي بدعة لم يأذن بها الله ولا رسوله وكان يمكن ان يرتبط العيد بموت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه او بمولد عمر او بمولد ابي بكر او بمولد عثمان او بمولد عليه على الرغم من ان هؤلاء الصحابة هم خير الخلق بعد الانبياء والرسل بعد الانبياء والرسل هؤلاء الجيل الفريد في حياة المسلمين بل في حياة البشرية اجمعها ونفصل القول بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفواصل القصير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد أحبة في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن أن العيد في الإسلام فيه إعجاز أن الإعجاز فيه أنه مرتبط بطاعة الله عز وجل وليس بشخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سواء أكان الذي مرتبط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم حياته مولده أو موته أو هجراته أو مناسبة بدر أو مناسبة الإسراء أو مناسبة أي مناسبة من المناسبات الفارقة في حياة الإسلام العيد عندنا مرتبط في الفطر أنه بعد طاعة الصيام ومرتبط في الأضحى أنه بعد طاعة أداء مناسب الحج وهذا قمة الإعجاز وقمة التجرد من قبل شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقدرح شيئا من عنده إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى لو كان زعيما بشريا أو منظرا وطنيا أو قوميا أو غير ذلك مما قرأنا وسمعنا في صفحات التاريخ لكان اتقذ لنفسه مناسبات مناسبات يحتفلون بالحق وبالباطل بمناسبة شخص هذا المحتفل به حتى إني تأملت أن حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليست من مناسك الحج كان يمكن أن يدخلها رسوله وسلم في المناسك كده لم يكن لماذا لأن الله عز وجل قال ولو تقول علينا بعض الأقويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا بعض مش كل الأقويل يعني يعني بعض يعني كان يمكن أن يأذن في دين الله ما لم يوحي الله به كلا وحاشاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمكن أن يشرع تشريعا من عنده دون أن يكون وحيا كلا ولو تقول علينا بعض الأقويل لأخذنا منه باليمين يعني لأخذنا منه الرسالة يعني لم يكن ليستحق الرسالة هذا الكلام موجه لمن يريدون أن يقترعوا دينا آخر لمن يريدون أن يبدلوا دين الله أن يبدلوا تشريعات الله أن يقترحوا على الثوابت في هذا الدين أولئك النابحون بغير الحق النابحون يعني وصف للكلاب النابحون بغير الحق الذين يريدون أن يبتدعوا في دين الله بكل جرأة وبكل ألسنة طويلة وبكل قلوب قاسية يريدون أن يغيروا ثوابت هذا الدين وأن يطعنوا في ثوابت هذا الدين لماذا الطلاق لماذا تعدل الزوجات لماذا المرأة على نصف من الرجل في الميراث لماذا ولماذا ويريدون أن يعملوا عقولهم القاصرة في دين الله عز وجل اسمعوا هذا التهديد الرعيب لأحب خلق الله إلى الله وأتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقويل لأخذنا منه باليمين ثم لقصعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين الوتين هو العرق في رقبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشرف عرق وأطهر دم الله عز وجل في تهديد رعيب يقول ثم لقطعنا منه هذا العرق الذي يجري في رقبته فما منكم من أحد عنه حاجزين يا الله هذا كلام وهذا الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وآله نعم فالدين متين جدا مكين جدا يطمئن القلب إليه اطمئنانا كاملا أنه وحي الله عز وجل ووالله الذي قلته هذا كل لو لم يكن غيره في دين الله لكفى إعجازا أنه وحي الله عز وجل إلى نبيه مناسبة الاحتفال بالعيد مرتبطة لا بشخص محمد ولا بشخص الصحابة وهم خير القرون وخير رجال وخير الناس بعد الأنبياء والرسل ومع ذلك لم نسمع عن مولد لأبي بكر ولا عن عيد لمولد عمر ولا عن عيد لمولد عثمان ولا عن عيد لمولد علي وإنما العيد الذي نعرفه فرض من الله عز وجل وحي من الله عز وجل إلى رسوله ولذلك علينا أن نتقبل هذا الإعجاز ونحن نؤمن إيمانا جازما بأنه وحي الله إلى النبي وأن القرآن ولأن هذا الدين أو أن هذا الدين ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ده أول معنى من معاني الاحتفال بهذا العيد ارتباطه بطاعة وارتباطه بطاعة لا بد أن يحدث فيه واجب الامتثال لأوامر الله ونواهيه فالعيد عندنا ليس منفلتا وإنما منضبط ليس منفلتا كما يفعل بعض أصحاب الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى حينما يحتفلون بأعيادهم فترى السخب وترى الانفلات الأخلاقي وترى الانفلات الأمني ليس هذا من طبيعة هذا الدين الذي نعتز به دين الإسلام وإنما الدين عندنا والاحتفال عندنا والفرح عندنا منضبط منضبط بطاعة الله عز وجل وكل ما يحدث فيه من بدع أو منكرات نحن منه براء وإنما الدين مكين بمعنى أنه أوامر ونواهي لابد أن نلتزم بها أحبة في الله ولذلك قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الآية التي قبلها في السياق ده صرت يونس على فكر الآية التي قبلها في السياق يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح شعور بالسرور والاطمئنان يملأ القلب بنيل ما يشتهي المرء وإدراك ما يتمناه ده في اللغة الفرح شعور في القلب بالسرور وانشراح الصدر لنيل ما يشتهي المرء وإدراك ما يحبه ويتمناه ده الفرح في اللغة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لابد أن نفصل القول في هذه الأربعة الموعظة هي الأمر والنهي المرتبط بالترغيب والترهيب أو المقرون بالترغيب والترهيب هذا يسمى في اللغة موعظة موعظة الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب الترغيب في الجنة وما أعد الله للطائعين أو للمنفذين لأوامره المنتهين عما نهى عنه ما أعده الله عز وجل في الجنات من أنهار من حور عين من ماء غير آس من ماء لم يتغير طعمه من لبن لذة للشاربين وغير ذلك من متاع الجنة هذا يسمى موعزة موعزة لكي ترقق القلوب وترغب القلوب ثم أيضا مقرون بالترهيب من نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد هذا ترهيب والقرآن في جل آياته ترغيب في جنة وترهيب من نار فالموعظة ليست شيئا هينا في الدعوة إلى الله عز وجل فبعض الناس يطيب لهم أن يصفوا بعض الدعاة بأنهم معاز معاز يعني إيه معاز إنهم يأمرون ويبلغون أوامر الله ويبلغون نواهي الله ويرغبون الناس في الجنة ويرهبون الناس من النار وحول هذه المعاني كانت مواعز النبي صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وسلم هذه الموعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من أمراض الجهل والشبهات والشهوات وأمراض الشكوك والريب فهذه الأمراض شفاءها في كتاب الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يبقى الشفاء لما في الصدور من أمراض يكون في كتاب الله عز وجل وإذا مردت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ويشفي صدور قوم من مؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء آيات الشفاء في القرآن تشمل كلا النوعين من الأمراض الأمراض البدنية والأمراض النفسية وأمراض القلوب أمراض النفسية وأمراض القلوب أيضا القرآن شفاء لها وشفاء أيضا لأمراض الأبدان وهذا من الهدي المتروك أن القرآن شفاء لكل النوعين من الأمراض كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله يبقى جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما هو شفاء لما في الصدور وهدى الهدى هو ما يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس الهدى هو ما يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس وهدى ورحمة والرحمة الرحمة هي جلب كل خير ودفع كل شر هنا فاصلنا القول بمنة الله علينا في هذه المفردات القرآنية والألفاظ القرآنية الأربعة موعظة شفاء لما في الصدور الهدى والرحمة يا أيها الناس والمخاطب هنا ابتداء قريش وهو من باب الخطاب للعام والمراد به الخطاب للخاص فهنا خطاب لقريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الناس من قريش قد جاءتكم آيات تمثل الموعظة فترغبكم في الجنة وترهبكم من النار آيات تشفي الصدور من أمراضها أمراض الشبهات والشهوات أمراض الجهل والغي جاءتكم آيات في القرآن تتحدث عما يطمئن قلوبكم وتسكن به نفوسكم قد جاءتكم آيات من القرآن تجلب لكم كل خير وتدفع عنكم كل شر وكما نعلم أحبة في الله فإن العبرة ليس بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ فنحن مخاطبون بما خوطبت به قريش مخاطبون بأن القرآن الذي جاءنا من عند الله عز وجل وبلغنا وبلغنا إياه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه الموعزة وفيه الشفاء لما في الصدور وفيه الهدى وفيه الرحمة كما فصلنا معانيها آنفا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح أحيانا تستهلك معاني هذه الآية كثيرا في مناسبات العرس وغيره ولكننا نريد أن نؤصل التأصيل الحقيقية لمعاني هذه الآية الجليلة نريد أن نؤصل التأصيل الحقيقية لمعاني هذه الآية الجليلة لارتباطها بالفرح ونحن نريد أن نفرح لا نريد أن نفرح بحطام الدنيا الفانية الزائلة ولكن فرحنا الحقيقي أحبة في الله بالموعظة الحسنة بالشفاء الذي في الصدور بالهدى والرحمة هكذا فهمنا بمنة الله علينا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ده فهمنا نحن؟ لا أخذنا من فهم السلف ألسنا نقول آناء الليل وأطراف النهار نجاة الأمة في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة نجاة الأمة في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ده سلف فهم السلف مش فهمي أنا ولا فهم غيري أخذت من فهم ادن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ومعه مجاهد وقتادة والحسن والسدي قالوا هذا الكلام قالوا فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن النعباس ومجاهد والحسن وقتادة قالوا إن فضل الله ابتداءاً الإسلام ورحمته القرآن وقال آخرون إن فضل الله ابتداءاً القرآن ورحمته الإسلام يبعاً على اختلاف القولين فإنهما يفيدان معناً واحد أن فضل الله ورحمته ممثل في القرآن والإسلام في الإسلام والقرآن ولا غير الإسلام ولا غير القرآن بدليل الآية الكريمة أو عجز الآية الكريمة هو خير مما يجمعون خير مما يجمعون من حطام هذه الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة حطام الدنيا من مال من تمكين حتى في الأرض ده حطام التمكين وملك الأرض حطام هن أبين بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل هذه المعاني مال منصب كرسي جاء أراضي عقارات كل ذلك متاع الحياة الدنيا قل بفضل الله بالإسلام وبرحمته بالقرآن فبذلك فليفرحوا ابتداء ابتداء هو خير مما يجمعون ولكني بمشيئة الله عز وجل أفصل هذا القول في حلقة الغد بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء ونحن نحتفل في مناسبة العيد بفرحنا الحقيقي بإسلامنا وقرآننا اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما إنك على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وحتى نلقاكم أحبتي في الله أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر